في رحاب رمضان سين هل تحصل المرأة على أجر تفطير الصائم بمجرد إعدادها الطعام؟ أم يجب أن تكون هي من أحضرت مكونات هذا الطعام؟ جيم الذي يظهر أن ثواب تفطير الصائم لا ينحصر في من أطعم الطعام وفطر الصائمين من ماله بل إذا أنفق الرجل على ذلك من ماله وكانت المرأة هي من طبخت الطعام وأعدته للصائمين فإن للرجل أجر ما أنفق من ماله وسعى على تفطير الصائم ويرجى للمرأة من أجر ذلك أيضا بما عملت وتعبت وأطعمت من صنع يدها ويدل لذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا فهذا الحديث يدل على أن للمرأة ثواب الصدقة وكذلك الخازن وإن كان المال هو مال الزوج ويستفاد من ذلك أن المرأة تنال ثواب تفطير الصائم بإعدادها الطعام ولزوجها مثله بل الذي يقوم بإيصال الطعام إلى الصائم له ثوابه أيضا من غير أن ينقص أحدهم ثواب الآخر قال النووي رحمه الله معنى هذه الأحاديث أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر ومعنى المشاركة أن له أجرا كما لصاحبه أجر وليس معناه أن يزاحمه في أجره والمراد المشاركة في أصل الثواب والله أعلم